الآن دقة عقارب الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القهرة وده موعد موجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زملتنا دينا شرف تفضل دينا شكرا لك مصطفى أثامنة صباحا بتوقيت القهرة الخامسة بتوقيت تيجرانش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية لتقدم الاقتصادية الشامل في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة ورؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلة نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذيل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله ولسيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للإتثمار الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للدوابط التي يقرها مجلس الوزراء تضمنت الحزمة الآفاء من كافة أنواع الدراء بعد ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعة استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية ويصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصى ثلاثة سنوات كما ضمت الحزمة إمكانية مد الأعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد أو لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الإثثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وتشمل حزمة الحوافز إمكانية استعداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع بنصف المدة المحددة له إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي طلق وزير الخارجية سمح شكر اتصال هاتفيا من وزير خارجية بنين باكاري أجادي أشلوغان وذكرت توزارة الخارجية في بيان أن الاتصال تناول تطورات الأزمة في نيجر وتدعياتها على المنطقة حيث استعرض وزير خارجية بنين جهود بلاده والخطوات التي يتخذها تجمع الإكواس للخروج من الأزمة وأكد شكر خلال الاتصال أهمية تحل الأزمة بطرق الدبلوماسية وبحث كافة السبول للدفع بتسوية سلمية تحفظ أمن واستقرار واستقلال النيجر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا وأكدت وزارة الموارد المائية والرأي أهمية التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشهيل السد يرعي مصالح وشواغل الدول الثلاثة مشددة على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن ومحذرة من أن استمرار ملء وتشهيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق على المبادئ الموقع عام 2015 وشددت الوزارة على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية تفاوضية مؤكدة على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتواصل الاتفاقي المنشود أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينكوف أن الطائرات المقاتلة من تراز F-16 وعد بها الغرب كييف يمكن أن تستخدمها الطيرون الأوكرانيون لأول مرة في الربيع المقبل وقال ريزينكوف أن الطيرين الأوكرانيين بدأوا في تلقي دورات تدريبية على استخدام تلك الطائرات مؤكدا أن استخدام مقاتلة F-16 سيشكل نقطة تحول رئيسية في الصراع التقت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو نظيرها الصيني وانج يونتاو في بكين وعقب وصولها الصين قالت وزارة التجارة الأمريكية أن ريموندو تتطلع إلى منقشات بناءة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجه شركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتملة ومن جهتها قالت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستبلغ الوزيرة الأمريكية مخاوفها بينما تأمل في إجراء مناقشات مهمقة حال في حول حل النزاعات الاقتصادية والتجارية اكتحت أمطار غزيرة ورياح ناقوية شمال شرق إسبانيا وأوضح مسؤول التوارئ في إسبانيا أن الرياح القوية في مناطق مايوركا وكتالونيا أدت لسقوط الأشجار وتحطم المنافذ وإصابة عشرات الأشخاص وصحب العاصفة انخفاض في درجات الحرارة بعد موجة حر الرابعة شهدتها إسبانيا هذا صيف ختم المجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاكم استكمال باقي في قرارات صباح الخير يا مصر